من آل بيت المصطفى شع الهدى وبهم طريق الحق نورا عبدا هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا فيهم من المختار بانت سنة أقوالهم نور يضيء الفرق داعهم روى التاريخ خير رواية من بات يقرأها فيصبح مرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيعة أمير المؤمنين حياكم الله وبياكم وها نحن وإياكم في حوارية جميلة ذات معاني كبيرة نأخذكم فيها إلى زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انظروا كيف كان يصف شيعة إذن أحبتي الحوار القادم بين نوف وبين أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه أنا وأنتم فلنشاهد يا نوف نعم يا أمير المؤمنين خلقنا من طينة طيبة وخلق شيعتنا من طينتنا فإذا كان يوم القيامة ألحق بنا صف لي شيعتك يا أمير المؤمنين يا نوف شيعة والله الحلماء العلماء بالله ودينه العملون بطاعته وأمره أنضاء عبادة أحلاس زهادة صفر الوجوه من التهجد عمش العيون من البكاء ذبل الشفاه من الذكر خمس البطون من الطوى تعرف الربانية في وجوههم والرهبانية في سمتهم مصابيح كل ظلمة وريحان كل قبيل لا يثنون من المسلمين سلفة ولا يقفون لهم خلفة شرورهم مكنونة وقلوبهم محزونة وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة أنفسهم منهم في عناء والناس منهم في راحة فهم الكاسة الألباء والخالصة النجباء وهم الرواغون فرارا بدينهم إن شاهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا أولئك شيعة الأطيبون وإخوان الأكرمون ألاها هشوقا إليهم صدقت يا أمير المؤمنين مشاهدين الأكارم أين نحن من الأوصاف التي أطلقها الإمام علي عليه السلام بحق شيعته أين نحن من سماتهم ما هي صفاتهم وسماتهم هل تفكرنا في صفات التشيع الحقيقي؟ وهل صفات التشيع وسماتها تنطبق علينا أم لا؟ أسئلة تدور في الذهر نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من مجبها بحق محمد وآل محمد وبحق تشيعنا المبارك لهم أرباب علم والحليم مريدهم من زاغ عنهم في جهنم خلد ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمع إذن في حبهم وتزودا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر